على غير المتوقع خرجت العشارات من السلاح في البحرية المعرضة للانقراض من البيض على شاطئ شهير في الإكوادور في بلدة سيم الساحلية هذا الأسبوع وهي واقعة تحدث للمرة الأولى في هذه المنطقة وقال مسؤول بيئي إن نحو أحد عشر ألف سلح فا ولدت في إقليم أزميرالدس الذي تقع بلدة السيم في نطقه لكن انتقال السلاح في إلى بيئة جديدة للتكاثر تظهر أن البشر يحدثون خللا في بيئة الفقس التقليدية جويل كاسانوفا مدير الإدارة البيئية في بلدية أتاكامس إنه أمر غير عادي لأن نشاط أسيم لم تسجل به حالات فقس للسلاحف نتفهم أن هذا الأمر يمكن أن يحدث بسبب كميات الإضاءة ووجود بنية تحتية ملائمة في الشواطئ التي تجهد حالات الفقس وأضف كاسانوفا النشاط أسيم الذي يتميز بإضاءة خافتة والمحاطة بمنازل مخصصة لقضاء العطلات كان مناسبا بشكل أكبر لسلاحف لجأة ريدلي الزيتونية أو أوليف ريدلي كي تتخذ أعشاشها فوقه وأوصى كاسانوفا بأن لا يتدخل البشر في عملية فقس بيد هذه السلاحف وتم فرض عقوبات على أولئك الذين يجري ضبطهم متلبسين بالاستيلاء على السلاحف وسلاحف لجأة ريدلي الزيتونية من بين أصغر سبع فصائل من السلاحف البحرية في العالم وعادة ما تضع بيضها على سواحل أمريكا الوسطى والإكوادور وبيرو وبعد مرور خمسة وعشرين عاما من ولادتها عادت هذه السلاحف إلى الشاطئ الذي ولدت به كي تضع بيضها وتحفر إناث السلاحف من هذا النوع قليلا في الشاطئ وتضع أكثر من مئة بيضة والتي تفقس معا أثناء الليل بعد مرور خمسين يوما وسلاحف لجأة ريدلي الزيتونية التي توجد في الأمريكتين وآسيا مدرجة على قوائم الأنواع المهددة بالانقراط في الولايات المتحدة بموجب القانون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر